اشتركوا في القناة قبل ما نبدأ نشكك ونتساءل عن موضوع موت المسيح مهم نسأل السؤال إذا المسيح فعلا مات على الصليب شنو كان السبب؟ ليش المسيح كان لابد أن يموت على الصليب؟ الكتاب المقدس مليان بالدلائل اللي بتدل على صلب المسيح نفسه ومش شخص آخر بكل حادثة من يحكي على صلب المسيح في الكتاب المقدس بيذكر فئة معينة من الناس ناس كانوا شهود عيان لصلب المسيح ناس شافوا الأحداث في ناس اللي بيحبوه في ناس اللي بيكرهوه في ناس اللي قريبين عليه في ناس اللي فعلا كانوا بيعزوه الكل بيعترف وشاف موت المسيح وقيامته من ضمن هذول الناس نقدر نشوف اليهود اللي كانوا موجودين اللي بيعتبروا هم اللي رادوا أن المسيح يموت وهم اللي شافوا هذا الحادث وهم بيعتبروا أعداء المسيح لكن هم اعترفوا بموته وقيامته الفئة الثانية هي الرومانيين الشعب اللي كانوا مسيطر على هالبلاد اللي هما الأمم ما لهم علاقة بالله ما لهم علاقة بأمور دينية أدهم آليها مالتهم لكن هما اللي نفذوا حكم الموت والصلب المسيح هما كانوا أيضا شهود على هذه القضية هما كانوا موجودين في وقت موته ووقت قيامته نجي على شخصيات ثانية اللي هما القريبين على المسيح منهم التلاميذ يوحنة منهم أم المسيح مريم منهم السيدات الآخرات اللي كانوا موجودات عند صليب المسيح هذولا كلهم كانوا حاضرين وشافوا أنه المسيح ديموت على الصليب طبعا بالإضافة إلى النبوآت اللي كانت موجودة في العهد القديم واللي بعدها موجودة بالإضافة إلى كلام المسيح اللي هو كان بيعلن أنه هو راح يموت ويقوم في اليوم الثالث بالنسبة لي وإلك أنا بالنسبة لي مؤمن بهذه القضية هو ما تقام لكن إذا أنت بعدك تشك مهم تسأل صاحب القضية اسأل الله أنا متأكد هو راح يجاوبك مهم تسأل ليش المسيح مات وهذا هو صلب الموضوع موت المسيح وقيامته والله راح يجاوبك وينطيك الجواب والرب يباركك وينطيك يوم مميز باسم المسيح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة